ناصر القرعاوي المحلل الاقتصادي ضيفي للحديث عن هذه النقطة نقطة أن يكون أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية مؤهلين علميا تأهيلا عاليا أهلا بك أستاذ ناصر على الشاشة الخبرية حياكم الله أستاذ ناصر ونحن أبدأ بما بدأته في التقرير نحن في عصر الرؤية ولازال شرط القراءة والكتابة من ضمن الشروط للترشح في الوقت الذي كنا ننتظر أن يكون الماجستير حد أدنى لأعضاء أو المترشحين لأعضاء مجالس الغرف بسم الله الرحمن الرحيم لا شك أن القطاع الخاص بينه وبين الرؤية فجوة كبيرة جدا وأكبر المكونات في القطاع الخاص هي الغرف 28 غرفة على مستوى المملكة التركيز يأتي في الثلاث المناطق الرئيسية بينما تهمش بقية الغرف التجارية الأخرى ويصعد هذا الضعف إلى مستوى التنظيم وهيكلة القطاع الخاص فيما يتعلق بالرؤية نحتاج من الرؤية إعادة النظر في الوضع الاقتصادي فيما يتعلق بدور الغرف ومجلس الغرف هذه النقلة النوعية يجب أن تحدث وإلا سيستمر الإخفاء هل يمكن أن تحدث في ظل هذه معايرة الرشح الحالية؟ لا يصلح ما تعيشها الغرف التجارية في أنظمتها وفي لوائحها لا ترتقي إلى الحد الأدنى أيضا بالنسبة للرؤية لأن هناك فجوة كبيرة أولا فيما يتعلق بالتشريعات السابقة لم تحدث أيضا النظر فيما يتعلق بالمزايا التي يحصل عليها المترشح لمجلس الغرف نشاهد في هذه الفترة أن هناك إقبال كبير جدا ممن لا يستحقون أو لا يصلحون للمرحلة القادمة لا يستحقون أن يمثلون الغرف ولا أيضا يصلحون للمرحلة علينا أن نذهب بعيدا حتى عن كبار السن ممن أدركهم الزمان ولم يعد لديهم أي شيء ممكن يقدمونه الدولة الآن دولة شباب دولة تحتاج إلى دماء الغرف التجارية ليس فيها هذا الأمر وليس فيها ما لم يحدث تغيير كامل لأنظمة وزارة التجارة فيما يتعلق بالغرف التجارية ومعها أيضا مجلس الغرف هل تعتقد أن النظام الغرف التجارية الجديد حلا سرعة التطبيق حلا للوصول لنتيجة مرضية أتصور أن أي تغيير يجب أن يكون مرتبطا بالرؤية سواء كانت الدراسات التي سبقت لإعداد هذا التنظيم الجديد سابقة أو آنية أحتاج من هذه الرؤية أن تكون مكملة لرؤية الدولة القطاع الخاص هو المعني 92% من القطاع الخاص في المتوسطة والصغيرة ماذا قدم لها؟ هي الآن تئن وتعاني من الفجوة ما بين دور الغرف في حمايتها وبين الوضع الاقتصادي الذي تأزم في السنوات الأخيرة خاصة في 2019 هذه الغرف لم تقدم شيء ولم تعطي حلولا بالعكس الصراع يأتي على العضوية طيب هل تعتقد أن الآن السؤال الكبير ونحن يعني انتخابات غرفة الرياضي يعني الآن نعيش هذا الحدث هل تعتقد أن السؤال الكبير الذي كان يجب أن يكون قبل الانتخابات للمجلس الإدارة السابق هاتوا إنجازاتكم؟ هذه من المعايير اللي يجب أن تطبق على مستوى الغرف التجارية وحتى أيضا مجلس الغرف وحتى أيضا الجان الوطنية نحن بحاجة إلى إعادة هيكلة الأنظمة والتشريعات السؤال لماذا لا يتحول مجلس الغرف إلى اتحاد غرف الاتحاد الغرف له أنظمة وله سقف وله أيضا مسؤولية مجلس الغرف هو عبارة عن صندوق بريد ما بين الدولة وما بين القطاع الخاص والغرف التجارية لا يهمها الانتماء لمجلس الغرف بقدر ما يهمها العلاقة فيما أن مجلس الغرف يأخذ رسوم خمسة ريال على كل تصديق فبالتالي أين تذهب هذه الأموال وأين تذهب هذه العضوية وماذا قدمت للقطاع تجارية؟ يعني حينما تأتي الميزانية السنوية أو النهائية لا تقدم من خلال مجلس الغرف أي معايير انضباط مالية ومجزات اشتركوا في القناة